اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وايضا ما يتم انجازه يوميا في صناعة النقل والمواصلات في وزارة النقل العديد نبتدي من اللي احنا موجودين في مينا دميوت هو يمكن ملف النقل ملف معقد وملف شائك والملف ده فيه تراكمات وفيه موروس طويل جدا جدا فيه يعني هو صناعة يعني مرتبطة بالمواطن المصري مباشرة كان حظه زي حظ يعني حاجات كتيرة ولكن هو الاكثر تأثرا صناعة النقل في مصر زي ما انا بحب سميها انا مش بحب سميها اه وزارة النقل وكده صناعة النقل اه تأثرت كثيرا وهي صناعة حساسة للغاية وتتأثر باي شي حولا اه اه ده بيخليني انا بصفة ان انا يعني منتمي لمجتمع النقل عموما يعني فانا بحب ان انا اشوف النقل في مصر بصورة دولية لا يقل عن مسيلاته في العالم فانا غيور على صناعة النقل انا بعتقد ان تكليفي اه بهذه الحقيبة او هذا المنصب او هذا لهذه المهمة اه هو نوع من انواع التحدي اللي انا اللي انا بحبه صحيح انا انا بجد نفسي ان انا كل يوم اصلح جزء من اجزاء اه هذه الصناعة اه لان انا رؤية الصناعة دي واحنا في جزء منها او في رافض من الرافضها اه هي داعمة داعمة للاقتصاد القومي وليست زي انا بحب اقول متطفلة على الاقتصاد اه القومي اه هو دي الرؤية الاساسية اللي احنا بناء عليها اه مع فريق العمل وانا ممكن شكلت فريق عمل ضخم وكبير عشان ندير صناعة وليس نسير اعمال صحيح مش بس بنؤدي خدمة ولكنها صناعة بكل المحاور بكل القطاعات لان صناعة النقل بفهوم صناعة النقل هي صناعة ينتج عنها خدمة ولكن بتدر عائد وبتدر اه ركيزة او قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري اه في بلاد كتيرة يعتمد اقتصادها بالكلية على النقل اه ويمكن بلدان او دول معروفة زي سانجابور وقيمة كلها على صناعة النقل البحري زي طايلاند قامت دلوقتي ويرافض من الرافضة صناعة النقل البحري اللي احنا موجودين فيه حاليا فيه دول عديدة لما اجا عد مش يعني مش هقف يعني احنا دولة نعتبر مؤهلين اه لان تكون صناعة النقل وهنا صناعة النقل البحري اه هي رافض من رافض الاقتصاد القومي ويمكن ده اه كان تكليف من تكليفات اه اه خطاب التكليف باند من بنود خطاب التكليف للحكومة اه في تسعة تاشر تسعة الفين وخمستاشر الحال فاند يمكن من اه نبتدي من هنا اه سياتك اليوم افتتحت رصيف بحري جديد اه اه رفعت العلم على قطرتين مصريتين بينضموا الى الكتيبة المصرية في هذا الاتار انا عايز اتكلم طالما احنا موجودين في هذا المكان نتكلم على تطوير صناعة اه اه النقل البحري بشكل كبير وما تليه الدولة من اهمية في هذا الاتار وانا عارف ان استكليك زيارات مختلفة في اسكندرية وهنا وفي غيرها من الاماكن وحتى كمان عودة مصر الى المنظومة الدولية في النقل البحري ده بيؤكد الاهتمام القاطع بهذا المجال ما يتم في هذا الاتار استكيمكن اه خبطت على الباب الصحي لما قلت عودة مصر الى اه المنظمة الدولية البحرية الاي مو اه ده كان اه اه عدم موجودنا او فخدانا الكورسي بتاعنا في الفين وتلنتاشر كان معناه ان احنا لا نعبق بصناعة النقل البحري مش عايزين منها حاجة احنا كسالة خالص احنا معندناش رؤية اه النهاردة اه العائد اللي بتدر صناعة النقل البحري اه لما جا قارنها بالموقع الرائع اللي مصر فيه على بحرين اساسيين كبار في العالم البحر المتواصل اللي احنا فيه دلوقتي والبحر الاحمر وقناة سويس زائد الموقع الجغرافي اه بيؤدي الى ان يفرض علينا اه زي بيقولوا مهمة اه ونسأل عليها امام الله وامام الوطن وامام العالم انتوا ليه ايه بقى العائد اللي بيجي لكم صحيح انت النهاردة عندك 15 مينة تجاري ايه العائد اللي بيجي لك هتلاقي حضرتك في الاخر احنا العائد اللي بيجي لنا ليس يتناسب ولا يتناسب بالكلية مع اه مكانتنا ومع اه الموقع بتاعنا اه ده كان يمكن السبب ان احنا اه خدنا التكليف وكان يعني وبصينا كويس وكان خطتنا مبنية على ان احنا نعود بخطاع النقل البحري كركيزة نطلع منها اختصاد نطلع منها عائد يدعم الاقتصاد بدأنا نبص ليه الخطط بدأنا نعدلها ونحولها الاستثمار احنا النهاردة لما اجي تسألني هتلاقي النهاردة احنا حطينا اه خطة عجلة وخلصة الحمد لله ده اللي احنا بنجنس مرة النهاردة احنا موجودين في ثلاث شهور اه احطت الخطة العجلة في ثلاث شهور حققنا منها اه بعض انجازات النهاردة اللي هي موجودة زي التكريك اللي شغال اللي احنا قاعدين في الكراكة دلوقتي وكان قرار ان احنا نخش في هذا المشروع بامتين حاجة واربعين مليون جنيه عشان نقرك المجرى الملاحي بتاع اه ميناء ضمياط فنقدر نستقبل اه شاحنات او نقدر نستقبل سفن عملاقة تيب لنا بضاعة نقدر ان احنا نروج ونيقدر احنا ناخد منها عائد يعود علينا كداخل الحاجة التانية كان لازم بنطور اللي هي وإمكانيات المينة نفسه في قطرات الجر أو في رصيف اللي هو اللي بيعمل خدمات بحرية مع بعض منشآت ترفع مستوى الأداء في المينة المواني بيبقى لها مؤشرات المؤشرات دي احنا بنحاول نحققها وهي مؤشرات دولية احنا النهاردة المينة دي اعتبر من المواني المجهزة لمشروع الشباك الواحد ويمكن احنا بنجهزه وعندنا 31-33 حيطلق يعني لا ورق لا أوراق المستثمر أو من يريد شحن بضاعته يقدر وهو بيسافر برة خارج مصر يقدر بالتليفون وبالفيزا كارد يقدر ان هو يستلم بضاعته دون أن يتدخل إطلاقا وبكده احنا عملنا شيء وحسننا مكانة مصر في التجارة وعملنا حاجة اسمها تسير التجارة وده مهمة من المهم اللي مصر تخلفت فيها ومن مهم الحكومة ان احنا كلجنة تسير التجارة بنرفع مرتبة مصر المواني البحرية ركيزة من الركاز عايزة أقول ان برضو اللي احنا لما جينا قعدنا وقلنا عايزين بقى نخش في صناعة النقل ويجينا في صناعة النقل البحري بصفة خاصة حطينا استثمارات وحاولنا مشارعنا اللي كان بتمول في الماضي من استثمارات حكومية احنا دولة عندنا انبوازنا فيها عجز فلازم نبص وعندنا خيارات عندنا اصول عندنا مواقع عندنا امكانات سواء مكانية او جغرافية صحيح امكانات موجودة وبنية اساسية واصول دولة لازم نطلع منها فلوس وده اللي احنا عملناه احنا حاولنا مشارعنا يمكن لغاية دولة 40 مشروع في مجال الصناعة صناعة النقل منهم ما لا يقلع عن 12 مشروع لما اقول لك هنا في ميناء دومياط في حوالي 3 مشروعات جازين للانستثمار ويمكن بدأ يجينا عروض اليوم عندي في اسكندرية حوالي 4 مشروعات عندي في ميناء شرم الشيخ عندي في سفاجة عندي في الويبع كل دي مواني انا لازم اطلع منها فلوس صحيح ولازم اجيب مستثمر يخش معايا يشتغل لا احمل على مواد الدولة اي نفقات وادخل عائد من هذه المشروعات يدعم اقتصاد مصر هكذا تكون الصناعة وإحنا عندنا الحمد لله المقاومات ملف تاني من الملفات الضخمة للحقيقة سيتك ورست هذا الملف عبر تراكمات شديدة جدا السكك الحددية والتحديات فيها لما نقول هذا الملف معالي الوزير فيها كتير جدا وفي كل التصرحات سيتك بتقول التراهل الشديد والشيخوخة ومليارات تصرف كل عام على ملف السكك الحددية ما يتم في هذا الاطار وهل احنا عندنا امل وعندنا قدرة وطاقة ان احنا نجدد وانطور الملف الضقم ده اللي بيعاني من التراهل والشيخوخة اه يعني السكك الحديد ملف يعني صعب للغاية ولكنه بالنسبة لي انا ممتع للغاية حقيقي يعني اه يعني النهاردة السكك الحديد انا باخد الملف ده هو عليه 36 مليار ديون وهو عليه وهو نسبة الكفاءة الفنية للقطارات والجرارات منخفضة وقالي من 50% صلاحية العربات السكك الحديد منخفضة الى حوالي 20% صلاحية فنية وبنرفع كفاءتها بالنسبة للسكك نفسها اه يعتقد تكون الصلاحية في السكك لا تزيد عن 15-20% هندسة الاشارات واسلوب السير هو لا يشكل اكتر من 6% يعني يعني زبولة حكم قالي والباقي كله يدوي بالايدي انا لسه النهاردة موقف اطرب ضعوة انا جانب بوزلان والرجل وقف النهاردة يستجيله اشارة من بلوك التاني عشان يعدي ومستني ورقة تجيله هكذا هو المأهو اهو الموروس النهاردة الحمد لله كانت مشة ازاي معالي الوزير قبل ما نقول هنعمل ايه؟ احنا احنا بلغ بينا بلغ بينا الرضا والقول تعالى في المواطن المصري صبور جدا ويعني عنده نوع من انواع الصبر الذي يقهر الجبال اه المواطن المصري كان بيركب اطرات ما فيهاش حمام اه لمدة انتشر ساعة اه النهاردة المواطن المصري بيقعد في القطر بيتاخر به ما بيضجش وكان راضي وكان راضي اه اه ده بيخلينا احنا كحكومة نتألم ونتألم ونتحول الى سرعة عالية جدا جدا عشان نصلح افساداته الايام عشان كده كانت الخطة العجلة في السكة الحديد انها بسرعة جدا جدا التلاتلاف متين وخمسين عربية في السكة الحديد لازم ان اغفر فيهم الحد الادنى لاحترام المواطن ان انا لازم يكون فيها حمام لازم يكون فيها يا شباك مقفول اه باب بيقفل لازم يكون فيها نظافة لازم يكون فيها امن لازم يكون فيها نور المحطات انا كانش عندي في الحطات نوزمة حمامات حمامات مش شغالة في المحطات نفسها ايوة ايوة وفي محطاتها اللي دخلتها لما يكون فيها حمام بالكلية. النهاردة الحمد لله احنا تدرجنا هذا الامر في المحطط واصبع عندنا المحطط بتاعتنا حاليا فيها حمامات فيها رصيف سليم فيها اينار. انا بقول ده الحد الادنى اللي انا اقدر ان انا اتصالح به مع المواطن المصري ونقول له انت مواطن مصري وكرمتك واعدميتك في عيننا الاتنين واحنا ما نقدرش نغلط اكتر من كده. انا شفت مشهد من المشاهد وساتك كنت بتزور محطة رمسيس لما احد المواطنين جري على سيادتك وبيقول لك ربنا يخليك لمصر قلت له انا لسه ما عملتش حاجة ولسه بفعل. اه. وانا لسه لانا عملته ده ده تصالح. اه. ده ده اقل القليل اللي يستحق المواطن المصري لكن لما تقول لي فين حق المواطن المصري اقول لك استناني بقى. انا النهاردة الحمد لله احنا دلوقتي بنعمل في خطة عندنا احنا مش ماشيين عشوائي ولا ماشيين يوم بيوم. عندي خطة شغال بيها. انا ماشي اعارف انا رايح فين. النهاردة ان شاء الله بازن الله على اه شهر الستة اللي جاي حنكون بدأنا اه نعمل نوع من انواع الرفع الكفاءة لكل العربيات يعني ايه رفع الكفاءة العربية بقت عملها عمرة. والمواطن الراكب عربية سليمة عملها عمرة. اه حمامة شغال مدهونة اه كرسية سليمة كلها سليمة. انا بقول فيه خمس حاجات دلوقتي اللي انا خلصتها. اللي هو الحمام شباك باب نظافة نور. انا بكمل بقى العربية بخليها كرسي سليمة كله سليم في العربية. المطور سليم العمرة الدنيا تمشي اه. كله سليم. اه ان شاء الله بقى ايه بقى اللي هو الخطة المتوسطة احنا بنأسس ديها دلوقتي احنا دخلنا في صناعة اه صناعة عربيات مشتركة مع روسيا في مصر وده يعتبر ان انا بقى أسس لموضوع تاني ان انا بخلق فرص عمل عربية البضاعة عربية الركاب الوحدة ويخش فيها ميت مصنع يخش ويغز وصناعات مغزية اما لا ايه. ميت مصنع في العربية الوحدة. رفضنا ايوه. رفضنا ان احنا نعمل ده في روسيا. وانا لا نعمل هده. وافقوا الروس والنهار ده فيه دول اخرى زي رومانيا بتعرض علينا برضو. والمانيا بتعرض علينا تصنيع جرارات في مصر. هزا الكلام على شهز ان انا اه اطلع عربية درجة تالتة مكيفة. درجة تالتة مكيفة. ده بقى ده التصالح الكامل مع المواطن مصر. ده زي ما يكون كامل بلد ببنبوس رأس المواطن مصر. بنقول له حقك علينا. احنا اهملناك كثيرا. ولكن الدولة الجديدة والحكومة الجديدة شايفة ان انت تستحق ده. ما كانش ده الموجود زمان. كان شايفين ان المواطن لما يكون فقير يتعاقب على فقره. النهاردة الدولة الجديدة والحكومة الجديدة بتقول غير كده. بتقول ان على رأس اولوياتها تحسين الخدمة للمواطن. هو استدراك في هذه النقطة. الحقيقة كان فيه تصرحات بتقول ان السكك الحددية بتصرف في العام من 7 ل 9 مليار جنيه. وان العائد اللي بتتحصل عليه الدولة من هذه الامور قليل جدا. لما حد بيسمعنا يا معالي الوزير يقول هو دكتور سعد الجيوش جايب المصاريف دي كلها منين اللي بيعمل بيها كل المشاريع في ملف واحد السكة الحديد. ما هو ده اللي بتكلم عليه جماعة الروز جايين معي استصمار. اه. انا انا النهاردة ما بدفعش حاجة. هو بيجي معي استصمار. انا بخش معاه بالمكان بتاعي. وبخش معاه بالجزء المصري. وبنشتغل مع بعض. يقدم لي بقى تقنيات علمية يقدم لي استصمارها جديدة اه. انا هدخل خط متر وخم ستة اللي هو كان بعد خمس سنين. هيتعمل ان شاء الله السنة الجاية. وحاليا بننتفق عليه. استصمار. بدون ما اخد من مواطن مصر جنيه. اه. بس هيسده تمنه من العوائد بتاعته. وده مستقبل مصر في استصمار. اه. لكي نبني مصر احنا دي لازمة ننطلق وبقوة تجاه الاستصمار. وده اه رؤية وزارة النقل في تناول ملف النقل. ازاي انا وانا مديون والدولة ما عندهاش فلوس. ازاي صلح. دي الصناعة بقى? هو دي الصناعة. اه. هي دي الصناعة. ويمكن الصناعة دي زي ما انا بقول لها كزا ركيزة احنا شغال فيها على التوازي مع بعض. احنا نهاردة اطلقنا محكمة النقل عشان نعمل انضباط في صناعة النقل عموما. بنطلق اه ممكن خلال الاسبوعين الجايين جمعة النقل. جمعة تكنولوجيا للنقل. ودي هيبقى صارح ضخم جدا. وكان مقفول من سنين طويلة. فتحناه. هو موجود اصلا يا فندم. موجود فندم بس مقفول من سنين طويلة. اه. فانا بقول لك انا بستمتع. لكن المباني وكل الامور دي كل التجهزات موجودة. مفروش يا فندم كمان. مفروش وكل موجود. مش لقين تعقيم. فلوس الشعب المصر يا فندم كانت معطلة. اه. النهاردة وده كان رؤية وده كان خطاب التكليف الزكي اللي خدوت الحكومة اللي هي ادارة اصول الدولة وموارد الدولة. فاح فندم دورها. الحاجات اللي ملكنا اللي موجودة. اللي اتدفعت من فلوس المصريين. طبعا. النهاردة وانا لما حاول النهاردة اللي عملوا المول في سيدي جابر لنيابة وافتحوا فورا ما دي ادارة اصول دولة معطلة. طبعا. انا بكلم في ربع من ريال. طبعا. النهاردة الجامعة دي مصروف فعلية نص مليار دولار. طبعا. فالنهاردة حضرتك لما يكون عندي الصرح الضخم ده. ومقفول من يحسب على هذا. لازم لحد يحسب. ولازم نفتح بسرعة. احنا مش هن نصرف للحساب وبس. هنصرف للتشغيل اصلا. فالنهاردة الجامعة دي الركيزة رقم اتنين. عند الركيزة رقم تلاتة بيعدلها. وهتبقى انفجأة وده امكان حصري اول مرة اعلنها سلطة النقل المصرية. سلطة النقل المصرية. اللي هي بتقول ما هو امن وما هو غير امن. زي سلطة التهران كده. اه. زي سلطة التهران. اه. فعلا. تحديدا هو ده. انها النهاردة من يقول ان القطر ده امن. من يقول ان الشاحنة دي امنة. ويشتغل او ما يشت امن. مقفول ولا يشتغل. هو ده. هي دي السلطة اللي هي تنوب عن الشعب المصري كله وتقول المواطن المصري ما يركبش دي ويركب دي. يستخدم دي وما يستخدمش دي. لما انت تنزل تركب قارف في النيل بتنزل بضمان سلطة النقل المصري. لما تركب قطر بضمان سلطة النقل المصري. احنا مفتقدين ده في الصناعة. دماء المصريين ما تروحش هادر بين الجهات المختلفة. كده انا بجهزها. يمكن ان شاء الله عرضت على مجلة سزر قريبا جدا في خلال الاسبوعين. اه ده يمكن اه ركائز الصناعة. الركيزة اه فيه ركائز كتير اه من منها ركيزة الاستثمار. وده اللي احنا بدأنا فيها. احنا عندنا اربعين مشروع الاستثمار زي ما انا قلت. فدي الركائز الموجودة عندي اه عمالة مدربة وماهرة بالجامعة. عندي انضباط في الصناعة. عندي سلطة اه للامن والسلامة المصرية. ثم عندي اه كوادر اه بتعمل استثمار اه اه بننفتع على العالم. هي دي الرؤية الجديدة. يمكن احنا بدقين اول مرة وزارة النقل هتخش في مؤتمر دولي في شهر فبراير عشان نعرض مشاريعنا ونعرض رؤيتنا للنقل للعالم. بالاشتراك مع اه الهيئة العظيمة هيئة قناة السويس. اه وان شاء الله بقينا ده مؤتمر دولي. واول مرة اه ان نتدرب بقى ونخاطب العالم ونقول احنا. احنا موجودين بقى واحنا موجودين كمان. احنا دخلنا اه اه منظمة الايمو. نظمة دولية. النقل البحرية. النقل البحري. وكده احنا بناخد من التبوق مكانتنا الى نستحقها في الصناعة. المترو بقى له سنين اه عندنا في اه اه كل ما نفرح شوية بان فيه خط مترو جديد بتمر اه اه السنون كده ونلاقي فيه مشاكل بتقابل المصريين في كل خط بقى له شوية بشتغل. من الملفات اللي لستك بتشتغل عليها بشكل اعمق هي موضوع المترو. اه احنا عندنا تطوير وعندنا تصور كمان ان احنا نغلي شوية التذكرة. وسيادتك تركت هذا الملف لمجلس النواب. علشان نقدر نسدد الديون ونحافظ على الكفاءة. او ايه اللي بيتم يا فاندم؟. لا دكتور يعني انا 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 مش تغالي ولا ارخص. اه. انا ده بغالي ولا برخص. انا انا بربط الصناعة بالخدمة. اه. يعني انا انا النهاردة بعمل منتج مترو. المنتج ده كلفني كم? اه اتنين وخمسين مليار. الخط التالت. طب اجيب فلوسه ازاي? يعني ما النهاردة حاجة متين. يعني اما احنا اه نخدع المواطن المصري واحنا نربأ بنفسينا ان احنا نكون خادعين. اه. او نكون بنقول كلام مش مزبوط. او نكون صراحاء. انا الحكومة مفهوم الحكومة زي ما احنا فاهمينه كحكومة. وده يمكن اه اه دولة رئيس الوزراء دايما بيركز على الجزء على الجزء ده في الكلام. ان احنا بندير اه مصالح الناس. صحيح. فاحنا احنا بنشتغل عند الناس. احنا مش ملاك. لا يا فندم احنا بنودير اه للمالك وهو المواطن. صحيح. هو الشعب اه اصوله وممتلكاته. من ضمنه وممتلكات الشعب. المترو. المترو انا بقوله المترو بتاعك ده الخط اللي انت عايزه ده اتكلف اتنين وخمسين مليار. طيب هنسدو من اين. ينسدو بكروض وديون. ويبع ليك? ي觀眾 ان احنا هنسدو بين التشكره. لما احنا نسدو بالتشكره يبه احنا معلناش كروض. صحيح. يبه احنا كده اه اختصادنا خفيف مش مديون. قدر ان انا انمو واكبر. لو انا اه اه اعمل مشروع وما اخدش تكلفته. وتبديين على الدولة. ودين على الاقتصاد. يبه انا كده هيباما ديون وتقيل. مش حارف عمل الحاجة احنا فلوس رايحة في القصاد زي ما بزبط كده انا بسهلها عشان اهلين يفهموها زي ما انت تكون عندك بيت وقريدي انت قدرتك تجيب تلفزيون بس وانت قريدي قلت لا انا معايش فلوس بس انا اجيب تلفزيون وتلاجة وبوتجاز وغسالة وهجيب كل حاجة انا نفسي فيها اه ماشي روح حتى بقروض هتفاجأ انت مرتبك الف جنيه انت هيبع عليك قروض بتسعمائة وخمسين جنيه هتستمتع ازاي وانت معاك خمسين جنيه وتحافظ على الحاجات دي كمان الصيانة ازاي وتدور الاصول دي ازاي هيبقى لك خمسين جنيه اها والناس اللي هتطلب منك اقصات الفلوس كل شهر هتكلمهم ازاي هتيجي انت تطلع تعيش بالخمسين جنيه هتتنكد لا تعرف شوف تلفزيون ولا تعرف تستخدم التلاجة ولا تستخدم هيدي الدولة هيدي الدولة نفس الكلام انا النهاردة لما اجيب النهاردة اه الخط ده باتنين وخمسين مليار والخط اللي بعده بستين مليار واللي بعده بتسعين مليار كويس انا النهاردة بقيت مديون بدا كله انا هيبقى لي ايه اصرفه على الشعب المصري هعمل له تعليم من ايه هعمل له صحة من ايه هعمل له اي خدمة من ايه يبقى احنا قريدي بنتحك عالغا في سنة لكن انا النهاردة لما انا بدأنا نتكلم على استثمار جالي مستثمر الخط السادس اللي هيتنفس ده سبعد خمس سنين الخط السادس ده موازي للخط القديم اللي هو الخط الاول هيمشي من المعادي للخصوص هيااخد الكسفات بقى اللي احنا بنتزاحم في المترو دلوقتي تلاقي زحمة كبيرة في الخط الاول احنا عايزين نعمل الخط السادس اللي هو جنب الاول بس انا معناش فلوس اهه جيل مستثمر بقولك انا هعملهم فلوسي بس هتديني جزء من تمن التذكرة اقوله بقى ايه اقوله التذكرة بجنيد لا طبعا يبقى يقوله خلاص اه مش جاي اساسي انا مقدرش استلف دلوقتي انا مقدرش استلف دلوقتي لان النهاردة اه رؤية الخيادة السياسية ورؤية اه دولة رئيس الوزراء اللي ياخد قرد يقوله سده منين تمام ودي امانة قدام الاجيال واعمل بي ايه ودي امانة قدام باطن المصري قدام الشعب المصري وإلا يبقى اه بنحقق اه بعض انجازات وهمية لما انا اخد قرد ومعرفش سده يبقى انا خدت انا لنفسي انا شهرة ان انا عملت اه اه انجاز ولكن حقيقة الامر مش انجاز انا ديانت الشعب المصري صحيح وانا كده سبت ومشيت والديوم موجودة يبقى انا كده اه لم اقدي خدمة ولكن انا اه عملت نوع من انواع اه الخداع الاقتصادي للشعب المصري وانا اربق بنفسي واربق اه والحكومة كلها اه معالي دولة رئيس الوزراء التعليمات واضحة لنا ودولة والسيد الرئيس تعليمات واضحة لا قرد الا ما تقولها ييجو ازاي انا بقى كمان بقول وبلاها قرد خالص تمانا اروح للستثمار صحيح وده اللي احنا بتشغل عليه هو ده النجاح الحقيقي اه معلش انا هرجع تاني للسكة الحديد والحقيقة كان ليك تصريحات اه كانت مفرحة لكل المصريجين لما قلت محدش هيركة بالسكة الحديد تاني ببلاش ده حقيقة ما هو ده بقى حضرتك انا دلوقتي عايز اه عايز الفلوس النهاردة التذكرة السكة الحديد تذكرة يعني متواضعة للغاية ماشي نجراش حقا المواطن بيركب من طنطا للقاهرة بخمسة جنيه وربع اه وبيركب بسكدرية بعشرة جنيه يعني ما يجيش ربع او خمسة تمن تذكرة المكروباس ماشي ولكن ما يتفحاش كمان دي تزعل بقى يعني النهاردة انا النهاردة اللي بغضوا من الاراضة عشر اللي 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 بيتصرف عليه اللي بتصرف زي ما انت قلت انا موازنتك هسكة حديد من سبعة تسعة مليار جنيه في السنة عشان انا اه اصين وادفع مرتبات وحط اه اه وقود للاتراض واصين السكة الحديد انا دلوقتي حدش هزعل مني انا بماخدش السبعة مليار او تسعة مليار بطلوبهم ماخدتهمش انا انا ماخدتش الفلوس الصحيح صحيح انا انا عايز اتنين مليار واحد من عشرة ماخدتهمش عشان اكمل طيب انا اصين ازاي اه اشتغل ازاي اجيب جاز ازاي مديون انا مديون كمان بخروط ستة وتاثين مليار ومديون للوزارة البترول ما عايزة تشغل يارا اخرى نعمل ايه هنا انا كان لازم اكون حاسم وقول لا اللي هيركب يتصع النهاردة انا مش هزود التسكرة بس يديني فلوسي الحمد لله المواطن المصريين اسكية وانا تملي براهن بس زعل بعض الناس وكان ليهم بعض التصرحات في هذا الاطار يعني هو اه بس الشفافية كانت واضحة سيادة المواطن لازم كلنا نحطه على المغنيات ولازم نستحمل زعل ولكن في النهاية اه المواطنين عذرونا وتعاطفوا معنا والحمد لله حاليا يمكن مش عايز اقولك ان اه حاليا الشهر ده انا عندي اه فيه زيادة في الايراد الزيادة تصل الى عشرين مليون جنيه عن الشهر السابق شهر واحد اه معدلات اه في المعدلات اه ده يعتبر احنا لسه ما اخدناش فلوسنا برضو اه بس على الطريق على الطريق احنا كده باشيين كانت الشهر اللي قبل منه طمانتاشر اه سبعتاشر مليون الشهر ده عشرين مليون انا بطاقع ان شاء الله انا عايز من مواطنين المصريين يدفعوا لي خمسة بليار اللي هي تم نتزاكر لو دفعوا تعرف الطالب بيركب بكم طالب في الاشتراك بيركب بتسع قروش من طنطة القيرة. تسع قروش. بس انا عايزهم. حتى دول انا عايزهم. بيروح اسوان باربعة وعشرين جنيه. بيروح اسكندرية بعشرة جنيه موافق بس يدهم لي. هو يعني لأ احنا احنا عايزين نبني مصر. فانا بقول له حضرته اركب مواصلة رخيصة وانا بحسنها لك كمان. بس اديني 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 التذكرة عشان انا احسن لك الاطرق وعشان اصرف عليه وعشان يفضل شغال وعشان يفضل امن. ازاي? ما انت لو مش هتديني الفلوس انا مش عارف اصين السكة الحديد. هتركب قطر على السكة مش متصينة. صحيح. ايه بانا مضطر حاجتين يوقف القطر. يسيب ويمشي على السكة مش متصينة. تمام. وفي حالتين خطر. اه. وهكذا. لازم ان نتعاون عشان انا اه اصرف وعشان انا احسن الخدمة وعشان نقدر نستمر ونحسن للمواطن المصري عشته وحياته. صح? معالي الوزير. اه. دايما سيادتك معروف في ادائك منذ توليك المسئولية في القطاعات المختلفة. المواطن بيقول الراجل ده صريح. الراجل ده شفاف. اه. حداك انت بتتعامل مع المواطنين. وانعارف ان سيادتك في اي مكان بتتزل تحتكب الناس وتسألهم وتتكلم معهم عن طبيعة الخدمة وعن المشاكل اللي بتوجههم. رد فعل الناس لما بيلاقوا حد صريح وشفاف. حتى وهو بيقول كلام ساعات بيكون صعبة او قاسي. اسكى مواطن في العالم المواطن مصري. وبيقدر بسهولة شديدة جدا يكتشف ده منه بيجذب ولا بيتكلم صح. بسهولة. دي فترة. ودي طبيعة اوجين في المصريين. وبتنعكس عليه. اه طبعا. اللي هيتعامل مع المصريين باستخفاف هو حر في اللي هيجرار. وده انا اللي انا حطه قدام عيني. اه لان انا اصلا متربي في حي شعبي اصلا. وانا ابن ناس موظفين. فانا عايش في وسط مصري. اعارف كواس انا انا مصري يعني بتربي اه في. من الناس دي. شارع مصر واحياء مصر اللي هي الشعبية متوسطة الحال او كمان ده يعني اقل متوسط الحال. فانا هارف كواس او. فا اوعى تخدع المواطن المصري. قوله الحقيقة. هيساعدك. انا انا فعلا انا لو كنتش بقوله الحقيقة. اه اولا هيساعدك. هيستحملك. هيتعامل معك. هيحترمك. اه هتنجح. فالنهاردة اه از انت فصلت عن المواطن. وانت اعتبرت نفسك ان انت المسؤول بقى عليه. اه لا ده انت شغال عنده. فلازم ان تكون صريح. انا النهاردة جاي اشتغل عندك شغلانة. لازم ان اقول لك الظروف ايه وتدفع ايه وتكلفك ايه وعملها ازاي. نفس نفس ما ابدأ بس يمكن على 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 على. عام واشمل اه. فلازم ان يكون واضحين. ما تقولوش دي امينة وهي مش امينة. ما تقولوش ده الدنيا زي الفل وامل زي الفل. لأ قولو يا زي يا ايه يا وحشة وصعبة ومش امينة بس انا بصلحها. وانا ما تقولوش اتحكش عليه وتقولو ان انا خلاصة بكرا. لأ هتاخد مني اربع سنين. بس انا شغال. هتاخد اربع سنينة. بس انا شغال. وانا شغال. اه. واد الامارات ايه. صحيح. انا بديك امارة. النهاردة الامارة للاطر حاليا بازازه مقفول. ونضيفه حمامه بوجود. الامارة التانية اخر السنة على نص التاني بالسنة هيكون فيه بدأنا نشغل اول اطر. تالتة مكيف. خلاص احنا ايه احنا ماشيين اهو. صحيح. واتبعا. بيصدق على طبيع. بيصدق. اه معالي الوزير. اه سيتك معروف بالدقة الشديدة في تحديد المواقيت. سواء في اي مشروع او في اي انجاز بيتم داخل وزارة النقل منذ توليك المسئولية. وده مش جديد لان انت متعود على ده الدقة الشديدة في العمل والانضباط التام. المشروع القومي للطرق. عندنا الحقيقة اه 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 مشروعاتها تنتهي. مشروعات اه تم تأجيلها ان صح التعبير او ان دق التعبير. اه افق هذا المشروع ما تم منه. والمنتظر. وامتى هننتهي من هذا المشروع اللي كان مخطط ليه سنة واحدة. لو كان كلامي فيه تعديل اه 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 احنا كنا متناولينه اه 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 انا رئيس هاي العمل الطرق الكباري. كان التناول تناول كان يعني كان مخطط ان احنا بنشتغل فيه طبقا للتويتات اللي هي اللي كانت معلنة ان اقلص ستة ترانية الفين وخمستاشر. وده كان اتشيفابل وكان يعني متاح تنفيزه يعني. اه بدون اخل بالصيانة لشبكة الطرق المصرية. تمام. تمام. اللي ينشل ما ده بالفعل. الف وخمسين كيلو. وانا في ارقابتي اصلا اه ستة وعشرين اه الف كيلو صيانة. فما اقدرش اسيب دول ولا اسيب دول. وكنا قلنا كده ان الشركات اللي بتشغل في الصيانة وهي الشركات الوزارة ما تروحش تنتقل للمشروع القول. اه يمكن انا حققنا نجاح. وانا ماشي من الهيئة. وكان اه الحجم التنفيز كان وصل لتمانية وعشرين او تسعة عشرين في المية انا مش فاكر كان في شهر اربعة وكنا دخلنا بقى في البنود السريعة زي الاسفلت اللي هي ما بتاخدش وقت لان اه البنود التراب الجريدر او البلدوزر او المعدات الترابية دي اه ممكن تحقق لك في اليوم الطقم الواحد اللي هو جريدر مع اتنين هراس مع عربية مية ممكن يعمل لك في اليوم خمسمية متر ختمية متر طراب ده. تمام تمام. على تلات ايام يعمل الفين متر مسلا. مسطح. لكن الفنشر الواحد يقدر يعمل لك في الاسفلت عشر تلاف متر في اليوم. اللي هو بقى المرحلة التانية. الاخير بقى طبعات بقى طبعات الاسفلت يعني. احنا كنا خلصنا الطراب كله وبدأنا في الاسفلت. فما كان موجود والناس كان بدأت تشتغل بالليل وتعليمت تشتغل بالليل. اه اه انا معرفش اللي حاضر. انا حقيقي وانا يمكن انظرت وقلت اه خدوا بالكوا اه حافظوا على فرق العمل وحافظوا على التيم ويرك وحافظوا على آلية الدفع اللي الشباب شغالة فيها. لان انا حقيقة وانا هقول لك السر. وانا السر عارفه. انا كنت بشغل بالصف التاني اللي هو الشباب. وكانوا هم اللي مسكين دوليب العمل في المشاريع كلها. ودي كانت تجربة جديدة وكان كله بيراين على فشالها وانا نجحتي بها جدا. وانا يعني قلت ارجوكو ما تفرطوش في في فرق العبر. وسيبوا المنظومة زي ما هي. حصل ان المنظومة تفككت. ورجعنا القديم وتاني. حصل الناس رجعت القديم وتاني فالمشاريع اتأخرت. حدك فاكر الموقف اللي السيتك كما كنت بت بت بتمر على الطرق الرئيسية. بالليل. والقيت مهندس مفطرش وقع قدام سياتك. ايه ايه. في كبرى التوفيقية. اهه. كبرى التوفيقية ده كان مفروض مخطط ليه يخلص ثلاثين اربعة الفين وخمستاشر. كبرى التوفيقية لسه خلصان الاسبوع اللي فات. هو ده الفرق. النهاردة قوة الدفع لان هي بتتغير. انا انا تمال اقول ايه? انا النهاردة جيت بعد المهندس هاني ضاحي. مسلا بابني على المهندس هاني ضاحي. المهندس ضاحي جيه قبل بعد المهندس دكتور دميري. بيبني على دي الوقت اقول المهندس هاني راح اقلكو ايه? الغوا كل اللي اللي قالوا. مانفعش. لان لازمان انا اشوف وصل لفين? وانا اتصلت بيه بسأله. وانا لما اكون هعاوزه انا هستعين بيه. انه زميل. وهو عمل جهد لازمان انا اخده اكمل عليه. اه اه الفكر ده عند بعض الناس ما بيتنفسهم. فالمهم ان ان حصل اه رجوع وردة للنظام اه او الاسلوب القديم. الناس اطلق بطت. اصر بالليلة او ما اصرش. اشتغل او ما اشتغلش. اه يعني كان فيه. اخد مكافأة على الشغل ده ولا مش اخد مكافأة. انا مش اخد مكافأة. الا قادة المرتعشة في الاداء في هذا الاتار. بالضبط. بالضبط. حصل اه الزخم اللي موجود فقد. بقينا اه حصل تأخير. ولكن اه مصر بخير الدنيا بخير. انا بمجرد يعني ما جينا رجعنا النظام لما كان عليه. بدأنا نحق اه ريكوردس تانية. الحمد لله لباجه اقولك النتائج. ان احنا خلال لغاية تلاتين اربعة هنسلم كل المشروع القامل للطرق. هيتبقى منه بس الطريقين الاثنين. تلاتين اربعة الفين وست عشر. اه اه. اللي جايز. هيتبقى منه طريقين اتنين اللي كان فيه مشاكل في نازع الملكية. اللي هو شبرة بنها الحر. والطريق الداري الاقليمي. بس يشتغلوا وقفوا. اللي هم ايه بقى. عشان الناس ما زعلش مني. طريق اسكندريا زراعي. طريق. على سبيل مثال. طريق طنطا كافر الشيخ. اللي هو الحر. كل الطرق دي انا بدي امثلة. كل الطرق دي راجعة تاني. سبعين طريق. هناخدته. كان الطرق دي وقفت وكانت ناست. هي اصلك كانت منسية من سبعة سنين او من ثمان سنين. ماشي. المصريين ما استحقوش ان خدماتهم تقف. قادر اعمل المشروع القومي. وإلى جواره صيانة الشبكة اه الاصلية. احنا عملنا في اه الاجراءات العجلة بسرعة. تخطيط جميع الطرق. وتأمين جميع الطرق. باستكمال العلامات. اه استكمال التخطيط. اه اصلاح المطباط. اصلاح الخفر يعني. شغالين في ده. يمكن ببطريق قديم بس المتخطط. وعليه يوفطه. انا مش عايز المواطن يموت. وهو ده الهاجس او دي اه التخطيط. انا انا ما بحبش ان التخطيط يرتبط بواحد. بحب يرتبط بمنظومة. بمجموعة مخططين. انا عندي حاجة اسمها مجموعة التخطيط. لو قفت فوص رضاة بناءل قلت مجموعة التخطيط هتلاقي جالك اه عشرة جوم يكلموك. مش واحد. لو قلت مسلا مجموعة كذا كذا. كل حاجة لها مجموعة فريق المتابعة موجود. قطاع كذا قطاع كذا. هو دي المؤسسية في ادارة الاعمال. المؤسسية تدي لك ضمانة لاستمرار الانجاز وضمانة لحسن استخدام المال العام وضمانة للتقدم في مرافق الدول. بدون تخطيط بدون مؤسسية انت بتشتغل شغل لا مستقبل لها. انا مهتم شوية مع سياتك بالطريق الدائري الاقليمي. اه كان تعثر بعد سياتك ما غبت عن الهيئة العمل الطرق. وابتدينا نديله قوة دفع كبيرة خلال هذه الايام. ما يتم فيه او نهاية ما تم فيه حتى الان. هو الحمد لله اتغلبنا على موضوع. كان بسرعة انا لازم اه اعرف التعثر جاي منين. دنيا وقفت ليه. التعثر عشان المواطنين كان بياخدوا خمسة عشرين في المية من تمن الارض. وهم بيشعروا اه اه احنا كحكومة كدولة اتأخرنا فصار في الباقي اليوم. فده المواطن المصد تلاك زاكي. زاكي وآآ بيقلق بسرعة. فهو قال خلاص ده كده ام مدوني خمسة وعشرين في المية هيتحكوا علي في الخمسة وسبعين يوم. فبدأ ما ما يديش الارض. واللد ده ارض بدأ يرجع تاني. انا عرضت على مجلس الوزر القرار جريء جدا. آآ وده وده حكومة آآ المواند الشريف اسماعيل. آآ حكومة القرارات الجريئة الغير نمطية. والهادية. يعني يعني القرار سريع جدا. وقوي جدا. وشائق جدا. وبيهدوه جدا. معادلة صعبة جدا بصراحة. اه تماز بيها دولة الرئيسية. آآ لما عرضت المشروع كان معارض غريب جدا. ان انا عايز ادن المواطن خمسة وسبعين بجتمية من فلوسه. آآ فلوص الارض. قبل ما اخد الارض. آآ. فالنهار ده يمكن حتى احنا في المجلس المناقشات بتبقى حده شوية. وبتبقى منقشات عنيفة يعني. آآ. يمكن مجلس النوب هي ريحنا شوية لان هما هيبقوا مش بالعمف ده مع بعض يعني. انا اتهجمت في المجلس جدا. وكان انا مهمتي صعبة. ان انا ابرر. ليه انا عايز خمسة وسبعين. فين بالكاد وفق على خمسين في المية. وانا تمسكت على خمسة وسبعين. واشتدت النقاش يعني. وفق على خمسة وسبعين في المية. المواطن خد خمسة وسبعين في المية سلم الارض. خلاص. مشينا. المحبس فتحة. اشتغلنا الحمد لله. احنا النهاردة ركبين على معظم الارض. حتى لبعض الاراضي اللي فيها مشاكل ما تعطلناش دلوقتي يعني. واشتغلنا الحمد لله منطلقين في شبرة بانا كويس قوي. منطلقين في الدائر الاقليمي كويس قوي. الحمد لله انا عارف ان هيبقى فيه معدلات عالية الفترة اللي جاية. احنا المفروض لسيد الرئيس وسيد دولة الرئيس بيحسبني على سنة من ساعة ما استلامت الارض. انا استلامت الارض في اه اول اتناشر اه الفين وخمستاشر. اعتقد ان انا اه هما يسمحوا لي ان انا يصبروا علي الاول اتناشر برضو الفين وستاشر. اه نكون خلص. اه طبعا ان شاء الله هنخلص بدري عن كده. ولكن المهمة صعبة في طريق شبرة بانا عليه خمسة وارفعين عمل صناعي انفاء وكباري. هنحطين قدام كل ما شاءت قريتين نفق. وكل ما كان فيه معدية ماشية او ترعى ماشية كبري. وطلعت ونزلاته. وطلعته نزلاته. فعمل هندسي مرعب وكبير ولكن ان شاء الله سيستحقه الشعب المصري ومنطلق ان شاء الله باذن الله. اه سيدة الوزير الحقيقة يعني لما كنت في الهيئة العمل والطرق الكباري ولما توليت المسئولية في وزارة النقل المتابع لسيادتك حتى من المواطنين اللي هم بعدين عن العمل العام بشكل او باخر بيجد ان الدكتور سعد الجيوشي لديه من الجراء والقوة في انه يقول لاي مسئول ما بيشتغلش شكرا انت مش معانا. وده كانت نمازج واضحة في كتير جدا من الهيئات. بتتعاون ازاي في هذا الملف مع بقية الاجهزة الرقابية. انا عارف ناساتك جريء فيما يتعلق به هتدي اللي بيشتغل مكافأة وحوافز. وستك قلت قبل كده انا مش بخاف من هذا الامر لكن ده انا هزود كمان اللي بيشتغل. الملف ده بيضار ازاي? مع شخصية اه شخصية الدكتور سعد الجيوشي. الله يتشئل اه انا مقتنع وانا انا يعني انا متربي في المؤسسة العسكرية فدايما متعلمين حاجة اسمها بناء العقيدة. تبني عقيدة للموضوع انت تشغل عليه. صحيح. انت اه عندنا في الجيش نقول العقيدة القتالية للمقاتل. لازم يبعرف هو رايح ليه? وبيشتغل ليه? نفس الكلام. انا رايح اه انا رايح النهاردة اعمل صناعة لازم ان ابني العقيدة اه اه اللي هي التخطيطية. وعقيدة الهدف. ان احنا بنبني صناعة ده. وان احنا عندنا مشكلة. عندنا ما عندناش وقت. الدولة اه الحديثة بقى. انا بسمي دولة الحديثة في مصر. صحيح. اه ما عندهاش وقت. عايز اتعود. المواطن اتخنق. وقول لك مواطن بيركب قطر بقاله تلاتين سنة بدون حمام. انت عايز ازبور اكتر من كده ايد. كويس انه صبر علينا هيا. فالنهاردة عايزين نجري بسرعة نحق الخطط ونجري بسرعة الحق على دار. فيه فيه بعض الزمله سرعتهم بطيئة. فيه بعض الزمله. هو ما عندهش استعداد يزهر بالليل او يروح كل يوم الصبح الساعة سبعة. او انه هو يحمل باعباء هو ما متعودش عليه. فبنقول له متاش معنا. يعني اه اركن في حاجة سهلة. اركن لما نعوزك. ما بيزعلش على فكرة. ودي حاجة اللي انا بشكرهم عليه. يا لما اقول واحد زميل زميل الفاضي متاش معنا. خلا ما بيزعلش. لانه عارف ان انا فعلا. اه عايز سرعة عالي جدا. وعايز انجاز عالي جدا. وغير نمطي. صحيح. وغير نمطي. خلينا اقول النهاردة اللي بحل المشاكل كنت لسه كنت لسه اول مبارح قاعد مع كل زمايينة في السكة الحديد. ده ما قلت سكة حديد يعني فيه موضوع ادارة ازمة هندسة السكة. احنا ليه عندنا مشاكل في هندسة السكة. وقاعد مع لقلقى اربعين واحد. وهندسين وبتخصصات كتير. الحوار كان رائع. كان الساعة تسعة بالليل. وقاعدين لغاية احداشر بالليل. هم طبعا يسمعوا الحوار ده يتحكوا يعني. وقاعدين وبنطلع افكار طلعوا افكار رائعة. مجلس استشاري من داخل السكة الحديد. هم دول الناس اللي ما كانش حد بيشغلهم قبل كده. هم اللي بيحطوا الافكار معايا. احنا لما طلعناش الافكار من خلال نظرة فريق عمل مش هنعرف نحن. وانا قادر اقولك بلاك ان انا اعرف ارقام انا يمكن ما كانش ولا حد يعرف خلص. مش انا جبت مخابرات عشان ان انا جبها منهم. هم اللي قالوها. لان انا قاعد بنتكلم على الترابيزة. انت احترم عقلية اللي قدام منك. هيبه واقعي جدا معاك. وهيبه منتج. وهيبه له رؤية معاك في التطوير. ده اللي مش عايز يخش معانا فريق العمل. اه ده اختياره. انا جاهز ان انا اخد غيره في دقيقة. على فكرة. لان انا بجري مش هقف. انا عايز اللي يجيب جون. وانا تملي يعني يعني فيه مسل انا بي انا انا بؤمن بيه تماما. المسل ده انا ما يهمنيش. لون القط اللي حياكل الفر. ابيض ولا سوء. المهم هيكل الفر. صح الله والصح الله. مش فرق معايا. انا انا لاس صديق للاحد ولاس عدو الاحد. ولاس على وفاق او خلاف مع احد. العلاقة اللي بنا علاقة وطن. نحن نبني وطن. فاحنا رايحين فريق عمل ننجز مهمة في وقت. بمسؤولي. فالخلاف في العمل اه لا يفسد للود القضية. كلهم زميلي في الاخر والاول. صحيح. حتى لو اختلف. اه معالي الوزير معك كتيب يتعامل في كل القطاعات على مستوى الجمهورية. اه فيما يتعلق بالنقل والمواصلات اه في كل القطاعات. طبعا. راضي عن الاداء حتى الان في الفترة الصغيرة لتوليد فيها المسئولية. ولا سيتك متوقع اكتر من كده بكتير في قطاعات كتير. الغريب ان اقولك ان انا راضي جدا عن الاداء حاليا. الاداء عالي جدا في ظرف ثلاث شهور بدليل ان احنا فيه النهاردة. صحيح. الاداء عالي جدا في السك الحديد. عالي جدا في المترو بيعلى يوم عن يوم. فيه فرق يوم عن يوم. مش اسبوع عن اسبوع. صحيح. انا متوقع ان احنا بنوصل لقمة الاداء على تلاتين ستة اللي جاي. وآآ ده عن قناع. وليس عن اه تهديد او عن كلام من ده. مع ان لسه مدتقومش الحافز اللي انا عايزه. لسه انا محققتش طموحاتي في ان انا قدي آآ العاملين في اي قطاع من قطاعات النقل اللي انا عايزه. اللي انا عايزه عندي طموحات كبيرة. لان اختاع النقل آآ انا لو عندي رؤية ان هو يبقى من القطاعات المبيزة. مدام انا هدعم اقتصاد الوطن. يبقى انا آآ اللي بيشتغل معايا لازم ان يكون في حالة مادية ومعنوية ونفسية عالية جدا. وده اللي انا بعمله. انا بقى راهن وان شاء الله. آآ زي لو منده السنة الجاية لو عيشنا وكنا موجودين. هتلاقي خريج جامعة النقل وموظف النقل له شكل اخر. وله آآ وضع اجتماعي اخر. وله بريخ اخر. زي ما ادامنا فاق الطرو الكباري. نغير شكل الناس في ظرف اربع شهور او خمس شهور. وانت شفت الناس كان لحد كبير يعني يعني كانوا راضيين عن عن وضعوهم في 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 الهيئة. آآ وانا بكني لهم كل احترام. آآ دي تجربة سهلة قوي تكرارها آآ ولكن خلين اقول انا النهاردة آآ لما اقول ان انا العاملين في السكة الحديد جابولي عشرين مليون ما كانوش موجودين. هيجيبولي آآ الشهر الجاي انا متأكد. اربعين مليون. والشهر اللي بعدين تمانين. وهنزيد تباعا. وهنزيد اكتر من كده. تفتكر ان هما بيجيبوا بيجيبوا الفلوس دي. وانا سافر ولايه احنا مش احسن من الناس دي. نفرق عنهم ايه. ده احنا بنروح آآ نشتغل معاهم في بلادهم بنعمل لهم آآ طفرة. وبنعمل لهم انجاز. ليه هنا ما بنعملش? طيب اهو جي رئيس منتخب وديمقراطي. وجي آآ رئيس حكومة آآ رائع. وحكومة آآ يعني وطنية آآ بنسبة مية في المية. فين الحجة بقى? آآ يبقى ما عندناش حجة. ده آآ بيبقى العرض على ساتة الرئيس عرض يعني يعني ما هو سهل اطلاقا آآ بيبقى يوم الواحد يعني بيطلع من يول 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 الحمد لله حمد لله على السلام. ان طبعا كل شي بيجواب عليه. وما فيش حاجة اسمها بتعدي. والمواطن هو هو محور الاهتمام في كل القطاعات. طبعا. وفي كل المراقشات. ده بالتأكيد. طبعا طبعا. للرئيس آآ انا مقدرش اتكلم غير الله. علنا بشوفه يعني. هو المواطن محور اتداماته. آآ احلام الوطن آآ عنده آآ ما تنيمش. يعني يا حضرتك ما تنيمش. آآ عنده طموحات فوق يعني فوق طاقة البشر بصراحة. للمواطن وللوطن. نفس الكلام دولة رئيس الوزراء. حقيقي يعني انا آآ يعني بدع لهم. يعني سكت انا على قد وزارة النقل اللي بقى نمشي. صحيح. ما بالك بدولة الرئيس على قد الوزارات اللي في اللي في رقابته. والسيد الرئيس الوطن كله آآ بيحمل همومه. السادات والسادة وختاما لهذا الحوار ومن داخل احدى الكركات البحرية العاملة في تعميق ميناء دمياط البحري. شكرا لكم وإلى اللقاء.